الآن معنا في الستوديو العميد منير الشحادي الخبير العسكري والاستراتيجي نرحب بك معنا حضرات العميد لنبدأ من ما قاله مسؤولة العلاقات العالمية في حزب الله من عودة قدرات حزب الله الميدانية بشهادة العدو ونحن نرى اليوم عودة القتال البري بشكل محتدم إلى محور انطلقت منه هو العديسة ما هي المؤشرات على ذلك؟ هي واضح أن المقاومة تخوض معركة في الجنوب على سلاسة صعود الصعيد الأول هو القتال البري للتصدي للعدو الإسرائيلي والمقاومة تقوم ببسالة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن بشكل أن العدو الإسرائيلي حتى الآن عجزة عن خرق الحدود بشكل فعلي فهو يخرق في بعض الأماكن لأمتار عديدة يفخخ المنازل ويجعلها بمستوى الأرض ثم ينسحب هذا على الصعيد البري على الصعيد القصف بالصواريخ وبطائرة المسيرة فهو يقصف الحافة الأمامية للجبهة يستهدف التحشدات للعدو الإسرائيلي على طول حدود من الغرب حتى الشرق وفي العمق يقصف وصل إلى تل أبيب اليوم وصل إلى جوجدان جوجدان هي قلب تل أبيب هي تعتبر داونتاون فهي مؤشر مهم بالنسبة للمقاومة إلى أي مدى وصلت ونحن لن ننسى هنا استهدفت بطائرة مسيرة مقر سكن نتنياهو رئيس وزراء هذا الكيان لأول برة في تاريخ هذا الكيان طيب بالنسبة إلى نقطة تركز القتال في بلدات حدودية وطيلة الأسبوع الثلاثة الماضية كان نائب ألمي العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن هذه المعركة لن تكون حدودية وهي ليست معركة أمتار ونراهن بحسب كلام نعيم قاسم على الالتحام البري إذن هل ممكن أن تحتل خلال هذه المعارك إسرائيل بلدات حدودية لبنانية حتى الآن لم يتجرأ الجيش الإسرائيلي على الدخول بالتحام بري فعلي مع المقاومة لأنه يدرك قدرات المقاومة هو بدأ في بداية الحرب بدأ باستطلاع بالنار عندما وجد أن هناك مقاومة شرسة ولم يستطع أن يخرق ولا بأي مكان على طول الجبهة لا في الغرب ولا في الوسط ولا في الشرق فهو لجأ إلى عمليات كوماندوس كما حصل منذ سلسة أيام مع لواء جولاني في مسلس عيت الشعب سقط لواء جولاني أربعين بين قتيل وجريح فعاد وحاول أن يخترق من جبهة الشرق أقصى الشرق مزارع شبعة وكفرشوبة وبدأ بقصف الخيام ظن منه أن هذه خاصلة رخوة للمقاومة لكن أيضا تلقى ضربات قاسية هناك إذن على طول الحدود بين الغرب وحتى الشرق لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يقوم بخرق فعلي يقال أنه خرق لجيش للأراضي البنية إقدام الجيش الإسرائيلي على تفخيخ المنازل والبنى التحتية كيف يؤثر على سير المعارك هناك؟ هو موضوع ليس موضوع تأثير ما هو مخطط العدو الإسرائيلي إسرائيل تريد أن تنشئ منطقة عازلة بعمق لنفترض خمسة كيلومتر إذا استطاع أن يصل أن تكون أرض محروقة يعني ما فيها أبنية كل أبنية بمستوى الأرض هذا ما يريد أن يفعله وهو يريد أن يجعل منطقة المناطق المشرفة على الجبهات هي التي تكون مدمرة مثلا مثل عيث الشعب مثل قوزح مثل حيبيب هذه مناطق يريد أن يدمرها بالكامل لكي مستقبلا إذا استطاع أن يصل إليها ليكون متحكم بالجبهة على طول الحدود ما هي مآلات الصمود المقاومة في حال تمكن عنصر المقاومة من الصمود في وجه هذه المحاولات المتكررة والمستمرة بالتوغل إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك؟ هل يمكن أن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار؟ هل أهوة الحقيقة ليست في حال هي فعلا المقاومة سابتة متربصة لم تستطع إسرائيل يعني أنها من الخير 70 ألف جندي منتشرين على طول الحدود 70 ألف جندي مئات الدبابات طائرات F-16 و35 وإسناد بالطائرات التجسسية وهرمس 900 ولم يستطع أن يخرق هذا الجيش يستطيع أن يصل إذا كانت المقاومة ضعيفة يستطيع أن يصل إلى بيروت بسهولة ليس إلى الجنة ما حصل ويحصل حتى الآن منذ ثلاثة أسابيع تدل أن المقاومة صامدة لن تستطيع إسرائيل أن تخرق وإذا حاولت أن تخرق بشكل فعلي كخرق جيوش سوف تتكبت خسائر فادحة هذا ما يجعلها تتردد في كثير من الأحيان كنت تتحدث عن وصول صواريخ حزب الله إلى مواقع حساسة أيضا في عمق إسرائيل وبعد كل استهداف نوعي نشاهد تصعيد بالغارات الإسرائيلية والقصف سواء في الجنوب أو بالوقاع أو حتى في بيروت والضاحية تحديدا هل هذه باتت استراتيجية واضحة لإسرائيل بالانتقام بالقصف الجوي؟ نحن يمكن أن نصف حرب المقاومة مع إسرائيل بالحرب النظيفة لأن حتى الآن لازلت تستهدف مراكز استراتيجية مراكز عسكرية، قيادات، مطارات، قواعد جوية لحد الآن المقاومة لا تستهدف مراكز مدنية لم تستهدف مجمعات سكنية مع العلم أنها عرضت في عدة أشطة من هدود واحد وثلاثة تجمعات سكنية ولكن حتى الآن المقاومة لازلت تستهدف مراكز استراتيجية تقوم إسرائيل بالرد على المدنيين لأنها في الميدان تفشل ولم يعد هناك لديها بنك أهداف عسكري تستطيع أن تستهدفه فهي تستهدف المجمعات السكنية هذا ما تفعله إسرائيل ما هي دلالات بعد كل الضربات الإسرائيلية على صمود حزب الله؟ وهل هو مؤشر إلى أن هذا الصمود قد يستمر لوقت طويل؟ الذي يجعلنا نتأكد أن الحرب طويلة ما تقوم به المقاومة من استعمال صواريخ دقيقة وإزهار مفاجآت كل فترة لأن العالم كله كان ينتظر من المقاومة أن تطلق ألاف الصور أعتذر على مقطعتك أنت بقي معنا ولكن سنذهب الآن لمتابعة كلمة المتحدث العسكري بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فارتصوتي فلسطين اثنين وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا للمنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وتأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء التاسع عشر من ربيع الآخر ألف واربعمائة وستة واربعي للهجرة الموافق للثاني والعشرين من أكتوبر الفين واربع وعشرين صادر عن القوات المسلحة اليمنية إذن تابعا كلمة المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحي سريع من اليمن والذي أعلن خلال استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال شرقية يافا المحتل عسكريا هل هناك تأثير كبير لهذه الضربات على إسرائيل؟ طبعا عندما يستطيع صاروخ أفرد صوتي أن يصل من اليمن إلى يافا يعني هناك بحدود الألفين وثلاثمائة ألفين واربعمائة كيلومتر ليست بسهلة أن تصل وأن يخترق كل هذه الدفاعات الجوية المنتشرة من البحر الأحمر حتى فلسطين المحتلة في البحر الأحمر نحن نعلم أن هناك حلف بحري موجود يتصدى لهذه الصواريخ إذا فعلا هذا الصواريخ وصل إلى يافا إلى تل أبيب فهذا يدل أن قدرات اليمن ليست بالأمر السهل بالنسبة لإسرائيل وهو خرق كبير استطاعت اليمن أن تحدثه في إجواء إسرائيل المرة الماضية وسط طائرة يافا أيضا إلى يافا قصفت مبنى على بعد أمتار من السفارة الأمريكية قطعت ألفين وخمسمائة كيلومتر كمان هذا يدل على ضعف وعلى فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وكل الدفاعات المنتشرة في البحر الأحمر للحلف البحري برئاسة أمريكا هذا الصاروخ إذا كان فعلا فلسطين 2 هذا الصاروخ سرعته ما بين 13 و15 ماك يعني 15 مرة سرعة الصوت وهو صاروخ دقيق يعتبر وفيه رأس متفجر أكثر من 500 كيلو جرام من المتفجرات فإذا في حال وصله سوف يكون مدمر لنرى الإعلام الإسرائيلي ماذا سيتحدث عن هذا الصاروخ كنت تقول قبل قليل أن أداء حزب الله خلال هذه الحرب يدل ويشير إلى أن الحرب ستكون طويلة من وجهة نظر حزب الله والمعطيات لديه نحن في المرحلة الأولى لازلنا بالقسف الجوي ومحاولات التواغل البري كم من المتوقع بحسب المعطيات الميدانية أن تطول هذه المرحلة هذا يعود لقدرة الجيش الإسرائيلي على تقبل الاستنزاف الدائم حتى الآن ثلاثة أسابيع عدد كبير من القتل والجرحة بدل أن تكون الجبهة على عمق 7 إلى 20 كيلو متر قبل الإعلان عن بدء العملية العسكرية كانت الجبهة في لبنان وفي فلسطين المحتلة وصلت إلى طبرية شرقا وإلى حيفا غربا أما الآن وصلت إلى قلب تل أبيب وبدأت أسلحة جديدة تستعملها المقاومة هل سوف تستطيع إسرائيل أن تتحمل كل هذه الضربات وكل هذه الخسائر إن كان في الداخل الإسرائيلي أو على الجبهة بعدين هناك معنويات جيش إسرائيلي 5 فرق 70 ألف جندي مدججة حتى الآن متربصة من الغرب وحتى الشرق لم تستطع أن تخترق الحدود اللبنانية هذا يعتبر كسر للردع الإسرائيلي البري ولسط الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر للمرة الثانية 2006 كانت هناك ضربة قاسية للجيش الإسرائيلي باعتراف فينوغراد هذه المرة أيضا سوف تكون أصعب بالنسبة لإسرائيل أنه بعد أن تلقت المقاومة هذه الضربة القاسية من اغتيال معظم قادة الصف الأول وموضوع البيجر مفروض أن تكون المقاومة ضعيفة وأن تكون آلة إلى السقوط أم ما حصل حتى الآن منذ ثلاثة أسابيع حتى اليوم أظهرت المقاومة قوية أقوى من عدد كبير من الجيوش في المنطقة وفي العالم أي جيش في العالم يتلقى هذه الضربات مفروض أن يستسلم مش بس يستسلم أن عندما تحتشد مقابله 70 ألف جندي مفروض أن يرفع الرأي البيضاء ما حصل أن المقاومة انتقلت من مرحلة استيعاب الضربة إلى مرحلة الدفاع ولان أصبحت في مرحلة الهزم مع استمرار إعادة ترميم القيادة وقدراتها هل سنشهد أداء ربما أفضل لحزب الله أنا أتوقع بعد ما تقامت به إسرائيل وخاصة البارحة أو أول بارحة من قصف مؤسسات القرض الحسن بدأت المقاومة تستهدف مراكز تجارية إسرائيلية بالأول كانت أهداف عسكرية هلأ أصارت أهداف تجارية وغوشدان هي ميسال جرى الحديث خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل من ضاحية الجنوبية لبيروت عن تزويد إسرائيل بأسلحة قنابل العنقودية والفوسفورية وتم توثيق استخدامها بشكل كبير في الجنوب ما هو دور هذه الأسلحة وكيف تؤثر على الأرض؟ لنتحدث عن الأسلحة الفوسفورية القنابل الفوسفورية هي ليست محرمة دوليا كمادة مادة الفوسفور المحرم هو طريقة استعمالها هذه القنبلة صنعت لكي تكون قنبلة مضيئة في الليل وقنبلة دخنية في النهار لانسحاب أو تحرك ومناورة القوى أما إذا استعملت في أماكن سكنية تصبح محرمة دوليا هذا ما فعلته إسرائيل منذ بداية الحرب إن كان في غزة وإن كان في لبنان القطع على أماكن سكنية لأنها تؤذي الإنسان قاتلة وتؤذي التربة أيضا بالنسبة للقنابل العنقودية إسرائيل دأبت منذ 2006 على القاء قنابل العنقودية لتكون خطرة على كل من يتحرك في هذه الأرض وهذه محرمة دوليا تؤثر على سير المعركة وهذا ما اشتكت منه المقاومة ولكن نحن نعلم ما إسرائيل ليس هناك حساب أشكرك مونير شحادي الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا شكرا لك شكرا